اشتركوا في القناة وماذا يحدث في التحكيم المصري في الفترة الأخيرة مستوى التحكيم المصري اختلاف المعايير الأزمات اللي بنشوفها في المباريات بسبب بعض الحكام دور لجنة الحكام هل في تطوير ولا ما فيش تطوير ده بالتأكيد ملفة هنتكلم فيه عندنا كمان ملفة تانية متعلقة بحسين الشحات ومحمد الشيبي والخطوات التي تم اتخاذها من اتحاد الكرة في الساعات الأخيرة وبالأمس كان عندي عدة مفاجآت في هذا الملف ويبدو ان اتحاد الكرة كان ناسي انه كان باعت للألف 4 يناير تأكيد ان اللاعب خالف لايحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي والاتحاد المصري النهاردة عندي الجديد اكيد عندي مفاجآت وفي الجديد كمان هنتكلم على استعدادات الاهل لمباراة الاتحاد السكندري مباراة صعبة جدا على فكرة للناديين الاتحاد في توقيت هذا اللقاء وبعد قرب نهاية مباراة الدولي الاول بيحتاج الى اي نقاط عشان يضمن المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل في حال تحديد اسماء الاندية بناء على نتائج الدولي الاول او حتى نهاية الموسم كل ده بالتأكيد ملفات لسه هنشوفها في الفترة اللي جاية ولكن مباراة مهمة مباراة صعبة الاهل بالتأكيد عايز كمان يحسن ترتيبه في جدول الدور العام فبالطبع هنتكلم على الاستعدادات موقف اللاعبين هالي الشناوي أليو ديانج ياسر إبراهيم محمد مجدي أفشا ممكن يكونوا موجودين في قايمة مباراة الغد كل ده بالتأكيد تفاصيل هنتبعها ويكون لنا اطلالة مهمة جدا عن آخر الاستعداد وترتيبات الاهلي قبل الدخول في معسكر التدريب النهاردة يكون ستة وبعدها دخول في معسكر لمباراة الاتحاد بكرة اللي هتتلاح بالساعة سبعة مساء بإذن الله ملفات كتيرة موضوعات مهمة لو وقت الحلقة كمان النهاردة معانا هيساعد لحنا نقول عدة أخبار متعلقة بفاينال دور الأبطال الأهلي والتراجي كأس العالم الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية مكافئات البطولة لو عندنا وقت هنتكلم في الملفات دي النهاردة لو ما فيش وقت حلقة يوم الأربع أكده يكون فيها الجديد بإذن الله كالعادة من خلال شاشة قناة الأهلي حلقة مليئة وفيها كواليس كتيرة جدا لكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد في بطولة الدور العام تشاركوا معنا بالتأكيد في الإجابة على السؤال وإبداء التوقعات من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض توقعاتكم لنتيجة اللقاء هل ممكن المباراة تكون فيها أهداف عديدة هل ممكن المباراة تكون نتيجة فيها سلبية هاشوف كل التوقعات وبإذن الله تكون فيها نتيجة إجابية لصالح النادي الأهلي بناء على رؤيتكم وتوقعاتكم لهذا اللقاء الهم جدا والجماهير جدا بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري لكن بسرعة نروح لأهم العنوية البداية في ترند الأهلي الفري يختتم تدريباته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وفي الترند المحلي حسام حسن يطمئن على تريزي جيه بعد إصابته وفي الترند العالمي ليفربول وتوتنهام يتصارعان لضم مرموش نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة جولة جديدة لمباراة الدوري المصري الساعة سبعة في مباراتين في توقيت واحد طلاع الجيش هيستضيف المصري على استاد جهاز الرياضة العسكري وأيضا في نفس التوقيت بيرامدز هيستضيف مودرن فيوتشر على استاد الدفاع الجوي مباراتين مهمين جدا بيرامدز وفيوتشر كمان مباراة أعتقد هيكون فيها إثارة وقوة بشكل كبير جدا الدوري الإنجليزي في الساعة العاشرة من مساء اليوم كريستال بلس هيستضيف مانشستر يونيت نروح للدوري الإيطالي كل المباراة النهاردة في المساء والصهرة سارينتيانا على الساعة السابعة من مساء اليوم هيستضيف أتالنطا وأودينيزي هيستضيف نابولي في الساعة العاشرة إلا ربع الدوري الفرنسي وختام المباراة اليوم في الساعة العاشرة من مساء اليوم الليل هيستضيف ليون دي أبرز مباراة اليوم مشاهدة ممتعة بإذن الله لكل السادة المشاهدين والمتابعين لكرة القدم سواء المحلية أو حتى الأوروبية فاصل صباح نواصل ترجمة نانسي قنقر ستة مايو 2002 يعني مر 22 سنة على وفاة الكابتن صالح سليم المايسترو أعظم من تولى رئاسة النادي الأهلي والكابتن صالح سليم من الشخصيات والعلامات المضيئة للرياضة المصرية وللنادي الأهلي في فترة كبيرة جدا من الفترات والكابتن صالح يمكن رسخ مع رؤساء ومع عظماء تولوا رئاسة النادي الأهلي في فترات تاريخية مهمة جدا المبادئ أصبحت راسخة وبنتورسها عبر الأجيال خلال الفترات الأخيرة العام بتجري بسرعة والنهاردة الزكرة الـ 22 لوفاة الكابتن صالح سليم سيظل الكابتن صالح سليم علامة مضيئة للرياضة المصرية بشكل عام وللنادي الأهلي بشكل خاص وفي المنطقة العربية والقرى الإفريقية وسورته هو بيستلم ما جايزة نادي القرن الإفريقي في جوانسبرج قبل حوالي أكتر من 21 أو 22 سنة كلام ده كان في البداية الألفية قبل وفاة الكابتن صالح ما فيش بشهور قليلة جدا من الفيديوهات والصور النادرة جدا الحمد لله نمكن النادي الأهلي على مدار كل السنوات عنده رؤساء لهم دور كبير جدا في الرياضة المصرية وفي كرة القدم المصرية كمان بشكل خاص رحم الله الكابتن صالح مايسترو ليه دور طويل ودور عظيم في الرياضة المصرية وعلامة مضيئة سنظل كل سنة نتذكره بكل خير ذكرى طيبة وذكرى عطرة للميسترو صالح سليم رحمة الله على الكابتن صالح وعلى الكابتن طارق سليم وعلى الفنان كمان الأستاذ هشام سليم أسرة كالليها دور كبير جدا مع النادي الأهلي خلال سنوات طويلة جدا كلنا بنعتز بيهم بالتأكيد ودايما بنتذكرهم بكل الخير ودايما كل مواقفهم حتى بنتذكرها دايما سواء حتى من خلال شاشة قناة الأهلي أو حتى في الشارع الرياضي المصري بشكل عام اللي ملوش تاريخ أكيد مش هيبقى لي حاضر ولا لي مستقبل فالحمد للنادي الأهلي دايما تاريخ وحاضر ومستقبل ومبادئ وتطوير على كافة الأصعاد وعلى كافة المجالات طيب ده جانب الجانب التاني وعلى النقيد بقى هنتكلم على النقيد تماما على التحاد الكورة واللي بيحصل في التحاد الكورة وأنا مبارح لما بدأت أتكلم على التحاد الكورة بص يا جماعة أنا بجيب من الآخر أنا قلت وشبهت المشهد اللي شايفينه في القرى المصرية بعلم سمسم كارتوه اللي بنحبه كلنا واحنا صغيريه بنتفرج عليه الغد دلوقتي علم سمسم علم سمسم ليه؟ لأن احنا بنشوف حاجات مش طبيعية والله والله العظيم حاجات مش طبيعية ولا حاجات منطقية موحة بهدف مقابل لشيء كان مبارا بيديرها الحاكم الدولي الكابتن محمود البن وكان على تقنية الفار الكابتن محمد الصباحي مباراة ممكن يكون فيها أقطاع تحكمية وارد جدا ممكن يكون فيها مواقف تحكمية نستفيد منها أكيد ده شيء ممكن يكون كويس جدا ومطلوب جدا سواء لين أو للحكام اللي بيحكموا أو حتى اللي بيتفرجوا ولكن احنا وصلنا لمرحلة أن بقى التحكيم بالعافية أن التحكيم أصبح على المزاج أن التحكيم أصبح أنا رقم واحد في مصر فمحدش يخليفني محدش يقولي أنت غلط وأنا هنا من شاشة قناة الأهلي قبل ست شهور وقلت واستعرضت وقتها موقف الحكام المصريين في تصنيف الاتحاد الإفريقي وقتها لما استعرضت حتى التصنيف ناس كتير استغربت ووجهت لرسائل وجات لرسائل كتيرة وأنا حتى وقتها والله سألت بشكل مباشر الكابتن محمود البنة هو أنت بعيد ليه عن المشهد في القرى الإفريقية وأنت ليه لا تاخدش مباراة كبيرة أنت ليه في التصنيف خارج التصنيف يا كابتن محمود في الظل أني في حكام ممكن ما بتاخدش عدد مباراة في الدولة المصري بنفس الحجم اللي أنت بتاخده ولكن مصنفة على المستوى الإفريقي أكبر منك هو وقتها حتى لما سألته ما كانش عنده رده وقال لا أنا مش عايف حتى لجنة حكام إفريقيا بتتعامل معايا إزاي بالشكل ده بس أنا وقتها أنا سألته للنظامير المهني يستدعي اللي أنا أسأل الكابتن محمود البنة ليه أنت في أفريقيا بعيد وفي الدورة المصري بتاخد مطشات كتيرة ما هو الطبيعي بتاخد مطشات كتيرة في مصري بأنت مصنف في إفريقيا ولكن الوضع مختلف فابتديت أرائب وتابع واتفرج على المطشات وبيبقى ليه نظرة مختلفة شوية عن الناس اللي دايما بتستعرض أو بتتكلم على حكام فيه هستوري كويس من سنتين ثلاثة أوكي من سنتين ثلاثة كان حكم رقم واحد في مصر ولكن كل مسلم تحكيمي أكيد المستوى زي أي لعيب النهاردة فيه لعيب رقم واحد في مصر السنة اللي بعدها رقم ثلاثة ورقم اربعة نفس الأمر للتحكيم أنت من ثلاث سنين كنت رقم واحد السنة دي مستوىك التحكيمي ضعيف مستوىك التحكيمي متراجع هل بقى وقتها الحكم بيبص كده في المراية وبيشوف نفسه هل هو فعلا مستوى كويس ولا مستوى متراجع لو الحكم أمين مع نفسه ومعندوش غرور ومش شايف نفسه هيشوف كل مرحلة هو وصل فيها ويبدأ يراجع نفسه الناس بتتكلم عني كويس أنا تحكميا واخد وضعي بشكل كويس سواء محلي أو قري يبقى الحمد لله فيه أخطاء تحكمية والناس بتنتقدني أسمع يعني التعليقات دي وأشوف الإيجابي منها والسلب منها الإيجابي منها أستفيد منه لكن تسمع دايما إن كل الناس اللي بتنتقدك إن هي دايما ضدك يبقى أنت كده بترجع كتير لوراك وده اللي بيحصل دلوقتي وده اللي قلته من 6 شهور أنا دايما في ملف التحكيم ما بحبش أروح للحالات التحكمية عندنا خبراء التحكيم الحمد لله على أعلى مستوى في مصر والكابت النصر عباس هنا الحمد لله لما بتناول ملفات التحكيم والأخطاء التحكمية بتبقى لي وجهة نظر فنية بشكل رائع جدا وكلكم سمعتم بارح رأيه ورأي كل خبراء التحكيم في كل القرارات ما فيش مبارح حد اختلف على الأخطاء التحكمية اللي حصلت في كل مباراة كله بلا استثناء اعترف إن ماتش مبارح كان فيه أخطاء تحكيمية جسيمة أنا بحاول أختار المعاني عشان عارف فيه ناس بتزعل وفيه ناس بتعتبرها إن هي شخصانة وأنا هنا والله العظيم ما عندي أي أمور شخصانة مع أي حد بما فيهم حتى الكابتن محمود البنة وبتكلم لمصلحته الشخصية وأعتقد اللي حصل إن بايح ده محتاج يقف مع نفسه شوية ويشوف أخطاءه إيه أنا في شهر الرمضان قلت بصوت عالي كابتن محمود البنة مستوى متراجع كابتن محمود البنة مستوى ضعيف كابتن محمود البنة عنده مشاكل حصلت في كاس الأمم ورجع بعد إحدى مباريات الدور كان دور الستاشر أعتقد وكان ساعتها معاه بير أتشو أعتقد كانت مباراة الكاميرون والسنغال وساعتها زعل وفي مباراة الأهلي والبنك الأهلي زعل والنهاردة هتزعل من مصر كلها مش معقولة فنصحتي للكابتن محمود البنة أقف مع نفسك سيبك من اللجنة اللي كل ما بتديك مطشاط بتحس اللي انت شغال صح وانت أصلا شغال غلط أخطاء التحكمية مباراة كانت كتيرة جدا المعايير بتاعتك كانت مختلفة وأنا قلت قبلها من 6 شهور التصنيف بيقول احنا وضعنا فيهم على المستوى الإفريقي فيه تراجع للكابتن محمود البنة مباراة الدوري أثباتت ده كابتن محمود البنة كمان عنده حاجة تانية غريبة جدا ودي هيتبقى مفاجأة لكل الناس لان الناس دايما بتتكلم على الأخطاء التحكمية أنا عندي لكم فجأة النهاردة لانا دايما في ملف التحكمية لوازل أطلع بمفاجأات كابتن محمود البنة كان حاكم فار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي الاسبوع اللي بعده جي حاكم ملعب في مباراة سموحة والزمالك هل من المنطقي ان حاكم يتقرر لفريق مرتين متتاليتين في اسبوعين وورا بعض غلط من الصح واللجنة مش مركزة طيب هل تتخيلوا ان حاكم الفار اللي كان المفترض ان يكون موجود مباراة الزمالك واسموحة ما كانش الكابتن محمد الصباحي أنا بقول لكم كلام رسمي وصلي من لجنة الحكام ما كانش الكابتن محمد الصباحي عارفين كان مين؟ كان الكابتن وقايا الفرحان بس الكابتن وقايا الفرحان اعتذر ليه اعتذر لللجنة؟ لان الرجل قال لهم انا كنت في مطش سموحة والمقولين في مطش سموحة والمقولين فما ينفعش أكون فار أو ما ينفعش حكم مطش سموحة والمقولين واجه بعدها بإزموحها كون فار في مطش الزمانك وسموحة الناس تقول عليها ايه على طول في مطشات سموحة ايه الأسباب فالرجال اعتذر اعتذر للجنة واللجنة تقبلت اعتذاره وبالتالي تم تعيين الكابتن محمد الصباح انا بقول لكم كواريس والله العظيم حد يعرفها كلام ده من قلب اللجنة طب الكابتن محمود البنة وانت حاكم كبير ينفع تكون فار في مطش الزمانك والبنك الاهلي وتيجي حكم ملعب في مطش سموحة والزمانك ما انت قلت في الزمانك الاسبوع اللي فات وسبحان الله اللعبة اللي حسبها كابتن محمد عادل وهي ضرب الجزاء السليمة وصحيحة على فري البنك الاهلي لصالح سامسون لعب داد الزمانك تتكرر في مباراة الزمانك وسموحة وحكم الفار اللي كان في مطش الزمانك اعتمد القرار وقال لي محمد عادل هي فعلا كنفرم ضرب الجزاء وجي مبارح شافي الشدة برضو بس ما اعتمدهاش ولما الفار راجعوا قالوا انا مش مقتنع رغم ان انا اعرف ما فيش حاجة اسمها في التحكيم انا مش مقتنع في حاجة في التحكيم اسمها القانون بيقول ايه واحد زاد واحد يساوي اتنين انا مش مقتنع دي ابنلعب في الشارع ولكن انش بتكلم في الاخطاء بس ان انا بتكلم كمان في معايير التعيينات اللي ممكن تحصل للحكاب فالكابتن محمود البنة كان موجود حكم مطش الزمالك والبنك الايلي في الفار وجي على طول بعدها باسموع نزل ملعب سموحة والزمالك هو مش كشف انتاج يا لجنة ويا كابتن محمود البنة ده مش كشف انتاج انا مش بنعمل كشف انتاج والله بعدد المباريات قط وقفنا ثلاث اسمائف عايزيننا عواضهم بعدد مباريات المفوض احنا حكام كبار يعني وروحنا بطولات خرية كبيرة مش هيجي في السيفي بتاعنا او في اخر المسلم انا قدرت 16 مباراة وانا كده الرقم واحد في مصر بعدد مبارياتي انا ممكن ادير في الدوري كله 5-6 مباريات بس الناس بتحلف بالمباراة اللي انا قدرتها ده مش كشف انتاجة جماعة هل حد خد باله من الجزئية دي؟ محدش خد باله هل حد يعرف ان الكابتن وقال فرحاني اعتذر؟ محدش يعرف برضو من كواليس اللجنة وعشان اوريكم اللجنة بتشتغل ازاي؟ مع كامل احترامي للاخ بريرة رئيس اللجنة البرتغالي اللي البعض فاكر انه خبير اجنبي فهيكون حق اتصد رغم ان الخبير الاجنبي بقى بيدير اللجنة بنفس سياسة اللجنة السابقة مش لجنة كالتنبرج السابقة بدون ذكر اسمانتو عارفين من اللجنة السابقة اه خواجة وبرنيتا واجنبي وبيتكلم لغات بس في دولاب العمل زي اللي فات وما اختلفش عن اللي فات والبعض اللي ممكن يعتقد انه هيكون حق اتصد عشان ما ننتقدش لا انا ننتقد لان النهاردة بريرة عمل حاجة غريبة بقى النهاردة بريرة عمل حاجة بقى مش طبيعية بريرة النهاردة صرح والتصريح ده متصق مع المعلومات اللي جاتلي من اللجنة عشان برضو اثبت لكم ان في حاجة بتحصل مش طبيعية نهاردة بريرة صرح للقاهرة 24 ونستعرض معانا كده التصريح اللي طلع النهاردة على القاهرة 24 في تحليله لللعبة اللي كان فيها تحليل مبارح والكل كان شايف انها ضرب الجزاء بريرا قال ايه بقى؟ بريرا رئيس لجنة حكام رئيس لجنة حكام للقارير 24 حسام حسن مهاجم سموحة حاول استغلال شد بسيط بابين قوسين شد بسيط شوفوا التفاصيل الفنية اللي تتقلم من رئيس لجنة الحكام الخبير البرتغالي شد بسيط من مدافع الزمالك من اجل خداع الحكم لاحتساب ركل الجزاء هو في حاجة في اسمها في التحكيم شد بسيط وشد قوي الشد هو الشد في فرق اه بين التلامس والشد في فرق بين الاهمال والتهور لكن شد بسيط ده كلام مالوش لقى بالتحكيم يا مستر بريرا بصراحة طيب دي الحالة التحكمية اللي شرحها بريرا يعني بريرا شايف عكس كل خبراية التحكيم طلع الكلام عكس كل خبراية التحكيم رغب ان بريرا اصلا مش بيحاضر على فكرة يعني بريرا اصلا وظفته جوه اللجنة هو رئيس لجنة بيعمل امور ادارية مالوش لقى بالمحاضرات عشان جدا في تحليل اللعبات هتسمع عراء مختلفة لانه هو مش محاضر ما بيطلعش يحاضر للحكام قال للاتحاد لو عايزين للمحاضر يديني فلوس تاني انا جاي عشان ادير اللجنة بس فادينه مرتب عشان ابقى محاضر كمان طيب خدوا بقى المفاجأة التانية تأكيدا للتصريح ده على فكرة لان انا برضو رجعت ورا التصريح وعايز اتأكد موقف بريرا ايه ارجعوا لي يا جماعة عشان بقى ايه هتسمع كلام غريب شوية النهارده بريرا قالوا للجنة قالوا للجنة بريرا على جروب اللجنة قال للجنة ايه انا مستق من اداء حكم الفار وسعيد جدا باداء حكم الملعب لا والله مش بقولوكم احنا في عالم سمسم ده اللي بيحصل ده عالم سمسم والله يعني الكابتن بريرا مستق من اداء محمد الصباحي وسعيد جدا باداء الكابتن محمود البند لا تعليق والله بجد على تحليل بريرا ورؤيته لهذه الحالة بهذا الشكل معنى كده ان الصباح هيتوقف ما هو مستاء يبقى الصباحي هيتوقف والبنة هيحكم الاسبوع اللي جاي انا عارف ان بريرا عنده مشكلة مع عدد من الحكام وفي حكام ممكن اخطأت قبل كده فممكن يكون عنده حق في المشاكل معهم بس عند الصباحي تحديدا في مطش مبارح انا لأول مرة اشوف محمد الصباحي يعمل مباراة تحكمية على اعلى مستوى بدليل انه لغى ضرب الجزاء للزمالك كان البنة احتسبها وفعلا ما كانش ضرب الجزاء بدليل ان كان فيه رقل الجزاء الاسموحة راجعوا فيها وفعلا هي ضرب الجزاء باعتراف كل خبراء التحكيم ولو الكابتن البنة كمان عايز اشتغل التحكيم صح كان الطبيعي يرجع يلغي الانذار بتاع حسام حسن ويعمل اسقاط ولكن ما علينا حتة التحكمية في الجزائية دي انا مش هتكلم فيها في الفنيات لان انا اكيد الفنيات الخبراء عرفوا اكتر مني ولكن مبارح الفار كان على اعلى مستوى بريرا عايز ايه انا مش عارف يعني انت مسندتك للبنة بهذا الشكل الهدف منه ايه انا مش عارف بصراحة بصة هو ده مطش اسموحة والزمالك كان الكابتن محمود البنة هو حكم ساحة امتى الاحد خمسة مايو الخميس اتنين مايو كان الزمالك والبنك الاهلي حكم فار ده اللي كنت بقوله لحضراتكم من شوية ايه يا جماعة مش كاشف انتاجه والله يا جماعة والله العظيم اللجنة وعلى فكرة ده فيه حكام رايحين كاس عالم ما بيحكموش ما بين كل مباراة والتانية يعني ايه بياخدوا اجازة 45 يوم فيه حكام مرشحين كاس عالم كاس عالم 2026 يا بريرا بتتدوم بين المطش والتاني بالشهر وال45 يوم طب ما فيه حكام بتتقرر اهيه طب انت شايف ان النهاردة فيه اخطاء حصلت فيه عقوبات ما بتحصلش عقوبات وازاي بتقرر حكام مرتين وبعدين انا عندي رؤية كده عايز اقولها للجنة اللي بيحط حكام الفار غير اللي بيحط حكام الملعب ممكن بس تنصقوا مع بعض يعني انتو الاتنين بيجمعكوا جروب واحد اللي بيحط حكام الفار غير اللي بيحط حكام الملعب يعملوا جروب مع بعض كده عشان لما حكم الفار يحط لما مسؤول الفار يحط حكم يجي الاسموع اللي بعديه اللي بيحط حاكم الملعب ما يقررهش تاني لان انا عارف ان ما فيش اتصالات يعني كل واحد عايش في وادي غير التاني يعني ما انا بقولك انا بيجيلك تفاصيل من جوة اللجنة اللجنة نفسها تتفاجئ بالكلام اللي انا بقول لحضراتكم ده ان بريرا النهاردة بيقول للجنة انا مستأمن محمد الصباحي وسعيد جدا بقى ده محمود البن وانا مش عارف والله اقولك ايه تاني بعدين انت اقولتو ده مستر بريرا وبعد التعليقات اللي احنا شفناها والاخطاء الكارثية اللي حصلت بالامس بس انا معياري دايما هنا واحد بشوف على المستوى القري احنا وصلنا لفين احنا وصلنا ان فيه ازمة داخل التحكيم المصري فيه ازمة كبيرة والدولة لسه طويل والمعايير اللي عند الحكام انا مش فاهم هتوصل التحكيم لفين كل واحد بيحكم بمزاجه ايوة كل واحد بيحكم بمزاجه وفيه حكام بتاخد مطشط بمزاجها وفيه ناس بتتدخل مع اللجنة عشان تعين حكام مطشط في اسكندرية او حكام للمنطقة اسكندرية او حكام للمنطقة اسماعيلية الايام اللي جاية هنعرض بالاسماء وبالمباريات لان عندي ارشيف وعندي تاريخ طويل جدا لما يحدث هذا الموسم في الدوري المصري مش معنى ان فيه خبير اجنبي يبقى خلاص حائط صد انا مش عايز اقول ان تم الاختراق وبقى فيه تدخلات لا بقيت فيه تدخلات وفيه حكام بتتقرر وفيه حكام بتتقرر واللجنة ما بتسمع ان فيه مشكلة بتستخبى ما بتعلقش بتستخبى وما بتتعلقش طيب دي قصة التحكيم وده الموضوع المتعلق بالتحكيم قصة كشف الانتاج للحكام اتمنى اللجنة تشتغل بمعايير فنية بقى بجد واللي بيعين حكام الملعب مايبقاش بعيد عن اللي بيعين حكام الفار اقعدوا مع بعض نساقوا مع بعض بس عشان التقرار ده مش كويس التقرار مش كويس ومحدش بيرى بشوف التعنات راح فين وجاية منين ولا بتشتغل ازاي ده جانب الوقت الاسف قصير بس انا حاول قادم كان باختصر الملفات اللي بتكلم فيها الجانب التاني وفي اطار عالم سمسم اللي احنا عايشينه في خمسة شارع الجبلية مبارح كنت اتكلمت على فكرة هو الاتحاد بعت للفيفا بيسأل ليه على الموقف القانوني فيه موضوع حسين الشحات ومحمد الشيبي وقلت ده الاتحاد نفسه هو بذات نفسه والله اللي قال قبل كده في 4 يناير في خطاب رسمي للنادي الاهلي اللاعب خالف لايحة النظام الاساسي وعلى هذا الاساس انت كاتحاد احالت اللاعب للجنة الانضماط ده في خطابات رسمية يعني انت في خطاب رسمي اعلنت واكدت واعتمدت ان اللاعب خالف لايحة النظام الاساسي دلوقتي بتسأل الفيفا انا مستنى طبعا رد الهيئات القضائية في الفيفا عليك لان الطبيعي رد الهيئات القضائية يقولك دي مخالفة صارخة لا تعال اقول انت عملت ايه مش هيجي يقولك شاء ندخل اللي انتم ممتظرينها او يجي يقولك قرار عكس ممكن حاجة اللجنة الانضبط على تطلح لان اقولك على مفاجأة تانية عشان اثبت لكم بس انه هو فعلا عالم سمسم هو انت كاتحاد مصري لما بتخالف لايحة النظام الاساسي للفيفا هل الفيفا بيحولك لجنة انضبط في الفيفا لا الاتحاد دولة بيعمل ايه بيطلع قرار دايركت على الاتحاد المصري او على الاتحاد الوطن اي مخالفة للوايح الفيفا الفيفا ما بتحولش الجهة اللي خلفت الليحة لجنة الانضبط لجنة الانضبط دي لجنة مختصة بالنظر في الامور اللي هي علاقة بالمسابقات بالمسابقات لكن انت لما تخالف لايحة بتغضع هنا لقانون الفيفا بيديك عقوبة بيديك تحذير بيقولك ايقاف نشاط ايا كانت قرارات اللي بيطلعها الفيفا لكن ما بيحولكش لجنة انضبط لان انت هنا مش بتلعب مسابقة طيب في الحالة اللي احنا فيها دي هل كان المفروض الاتحاد يعمل ايه كان الاتحاد المفروض يطلع قرار ضد اللاعب وضد نادي ليه لان اللاعب والنادي خلف لايحة النظام الاساسي باعترافك انت مش بكلام نحن انت اللي قلت اللاعب خالف وعلى فكرة والنادي خالف لان النادي ماضي اقرار على معيار قانوني في لايحة الترخيص في الاتحاد الافريقي بيقر فيها ان اللجوء للمحاكم المدنية والعادية في القضايا الرياضية مخلفة صارخة تستدعي ايقاف الترخيص او الغاءه وان اي مشكلة رياضية في هذا الشأن عليك ان تلجأ للمحاكم الرياضية زي المحكمة الرياضية اللي في لوزان في سويسرا وبالتالي هنا النادي خالف واللاعب خالف ولكن انت كاتحاد اعترفت ان فيه مخلفة وما خدتش قرار فروحت لجنة الانضباط رغم ان لجنة الانضباط ممكن من خلاف القوانين واللواحة اللي قصدها ممكن تقولك ايه ما عنديش حاجة واضحة ممكن تقولك المادة 38 بتديني الحق فعلا وقع عقوبة بس العقوبة بتاعتها ايه برضو مش واضحة بالنسبة له لان الامر يخص الاتحاد ممكن ما يخصش لجنة الانضباط يا كابتب يا فندب يا استاذ ففين قرارك في الملف ده قلت بعت للفيفا طب الفيفا لو بعث رد عكس اللي انت قلته ساعتا بقى ايه نطلع كلنا كده على المحكمة الرياضية ونقول الاتحاد خد قرار ولجنة الانضباط قالت قرار وساعتا بقى الاتحاد هيستنى ايه حاجة قرار تاني طيب ده خطاب بيقولوا اللي بعتوا اتحاد الكرة لبيرامدز وفيه مكتوب بناء على الشكوى المقدمة من النادي الاهلي بشأنه وقعت قيام اللاعب كذا 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 بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد اللاعب حسيني الشحات في مباراة ما بين الاهلي وبييرامدز في 23-27-23 نوض احادة سيادتكم بانه بناء على تقرير مراقب المباراة وكذا 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 اما عن وقع التقديم بلاغ للنيابة العامة فهو مخلفة صريحة لليحة النظام الاساسي للاتحاد المصري ولليحة الاتحاد الدولي باعتبار ان الاحداث المتعلقة بالمباراة وما ورد بتقرير مراقب المباراة وتم التعامل معها وفق للواحة المحددة لذلك بناء على ما تقدم فقد تم احالة اللاعب للجنة الانضباط واضحة صريحة وانا اقولت لكم النادي الاهل لما قال في بيانه وفي خطابه ان الاتحاد بعد ده رسمي فا 4 يناير كانت واضحة لكل الناس طيب انت دلوقتي قلت اللاعب خالف لما وقعتش الجزاء عليه وعلى ناديه انت المفروك اتحاد كورة على طول وقتها ده لو اتحاد بجد اتحاد فيه ناس بتعرف تدير بجد ناس قد كلمتها بجد تطلع قرار بتحذير بيرامدز ومهلة لالغاء الترخيص في حال عدم صحب اللاعب شكواه والناس ما تقول ليش اصل بدافع عن حقه دي مشكلة رياضية واللاعب في التحقيقات قالك ايه اصل لاجلة المسابقات ما خدتش عقوبة المناسبة ولما استأنفت على القرار قالك ما فيش السناف دي مباراتين لسه انت عندك هو باحترافك ان دي مشكلة رياضية كنت تروح للمحكمة الرياضية يا فندم واحنا معاك والله وانا ايدك لكن تروح للجهات القضائية في النيابة العامة ده امر مخالف للايحة الترخيص ومخالف للايحة الفيفا ومخالف للايحة اتحاد الكورة محدش يقول لي اصلي فيه لعيب في الدولة الانجليزية لعيب تاني شتمه فارح للمحكمة وخط تعويض اوكي دي هنا كانت ما بين طرفين ما اتخذش فيها قرار في الجوانب الرياضية ومراقبين المباراة نفسها في الدولة الانجليزية ما كنتمش فيها حاجة فالامر نفسه لم يناقش في الجانب الرياضي لكن في واقعة الشيب وحسين الشحات الواقعة كانت رياضية وكانت في الملعب واتكتب فيها تقرير واتخذ فيها قرار عندك استنافع القرار اوصل للمحكمة الرياضية لكن لو كل واحد معجبوش قرار للمسابقات هيتجه للقضاء ما دي بقى الفلسفة بتاعة لايحة الفيفا قالك اي قضية رياضية لازم تناقش في الجانب الرياضي حضرتك لو ما كانش اتخد اي اجراء رياضي اي قرار رياض ضد حسين الشحات اللي احنا هنا بالتأكيد اكدنا مئة مرة اللي احنا كنا بنشجب هذا التصرف والنادي الاهلي خد قرار رسمي معلم ضد حسين الشحات وقتها وانت بنفسك اشيب اعتذرت الحسين واحسين اعتذرلك يعني كان فيه فعل ورد فعل ولكن كلنا ما كانش عاجبنا المشهد اللي حصل ما ينفعش لا يليغ بهذا المشهد انه يحصل ولكن عندك طرق رياضية كتيرة تقدر تجيب بها حقك لكن اللي قول للقضايا العادي الاتحاد نفسه اعترف ده الاتحاد نفسه اعترف ما خدش قرار ليه لانه ما يقدرش ياخد قرار ضد اللاعب وما يقدرش ياخد قرار ضد بيرامدز واللي قال للاتحاد دلوقتي يروح للفيفا هو عايز يعمل ازمة وعايز يكبر المشكلة لان فيه ناس في الاتحاد مش قد المكان اللي هي موجودة فيه بالمناسبة على فكرة فيه ثلاث اعضاء في اتحاد القرى قدموا استقالات مكتوبة ثلاث اعضاء في اتحاد القرى قدموا استقالات مكتوبة ثلاث اعضاء في اتحاد القرى قدموا استقالات مكتوبة منهم اعضاء مشرفين على منتخبات الدنيا جوة الاتحاد مش افضل شيء لسه عن استنى الانتخابات نتمنى تبقى النهاردة قبل بقرة بس يبقى فيها وجوه جديدة عشان المشهد العام في اتحاد الكرة بقى أشبه بعلم سمسم زي ما قلت لحضراتكم طيب نروح بقى للأهم عشان نتطمن على فرقتنا الألي والاتحاد السكندري مباراة صعبة لأن كمان ترتيب وضع المباراة في اللحظة دي بيزيد من صعوبة المباراة ليه؟ هو لا لو هلعب الاتحاد في المباراة الأسبوع التاسع في توقيتها كتفري عن دلوقتي؟ أه تفري ليه بقى؟ لأن طبعا فكرة الدور الأول ونتاج الدور الأول الفرق اللي هتشارك في إفريقيا أكيد هتفرق دلوقتي الاتحاد على قل مثلا محتاج نقطة يعني بصوا جماعة الاتحاد مثلا لعب ستاشر مباراة نقصة مباراة موجلة مع الأهل مباراة مع مين مع الأهل عنده كامل الاتحاد من ستاشر مباراة سبعة وعشرين نقطة المصري خلص كل مباراة الدور الأول عنده تمانية وعشرين نقطة امبي تسعة وعشرين نقطة سموحة الأرقام قريبة من بعضها فالاتحاد عايز نقطة عشان الكونفيدرالية شوفوا بقى أهمية المباراة دلوقتي تفرق إزاي لو كانت المباراة دي تلعبت من فترة ترتيب ووضع المؤجلات ممكن ما يكونش فيه عدالة للنادي الأهل ليه؟ لأن لو كنت على لعب الاتحاد وقتها غير ما على لعب الاتحاد دلوقتي دلوقتي الاتحاد في يعني في أشد الاحتياج لنقطة نقطة توصله للطولة كرية هنا بقى إيه؟ الخلل في نظام المسابقة وفي المنافسة اللي كان الكل بيقولك في صراحة الأهل أها دلوقتي مش في صراحة الأهل حد واخد باله من النقطة دي محدش خد باله من النقطة دي ده جانب طيب الأهل بيستعد إزاي لماتش الاتحاد؟ هل ممكن نشوف الشنو في القايمة؟ أليو ديانج موقف أفشة فيه كلام كتير بيتقال في السوشيال ميديا بالتأكيد معظمه فيه أخطاء كبيرة جدا وفيه كمان أجزاء منها غرض للأسف يعمل بلبلة ومشاكل جوه قط اللبس في النادي الأهلي لكن لمزيد من التفاصيل نروح بسرعة لمقر النادي الأهلي بالجزيرة وقبل موعد التدريب بربع ساعة نتكلم مع زمينة محمد توفيق موفد قناة الأهلي عشان نتطمن منه على استعدادات الأهلي للقاء زعيم الثغر فريق الاتحاد السكندري مساء الفلية توفيق مساء الخيلة محمد تحياتي ديك وكل مشاهدات قناة النادي الأهلي في كل مكان أخبار الفريق والجديدة عندك ونتطمن منك على الاستعدادات قبل مباراة الغد بإذن الله يعني محمد بضم صوت لصوتك يعني زي ما أشارت في مقدمتك عن مباراة الغد ما بين الأهلي والاتحاد ومباراة المؤجلة ما بين الأسبوع التاسع مباراة بالطبع في غاية الصعوبة زي ما أنت قلت النادي الاتحاد في احتياج لنقطة واحدة من هذه المباراة لضمان اللعب في بطولة كاريه وهي بطولة الكنفدرالية على الجنب الآخر نادي الأهلي زي ما أنت شايف من بعد مباراة مازينبي على طول يوم الأربع الإسماعيلي بعدها السبت الجونة بكرة الثلاث للاتحاد السبت تاني بلدية المحلة وخلي بالك يا محمد كمان أنك لعب ماتشين في القايرة وماتشين برقايرة ماتش في اسكندرية وبعد كده كمان هيبقى ماتش في مدينة المحلة كل ده ضغط ممكن ده كمان يعني دفع مستر مرسل كولا لإعطاء الفريق مباراة أجازة وراح من التدريبات خاصة في الظل توالي وتلحم المباريات ففضل مرح الفريق أجازة برح بعد مباراة الجونة على أن يكون فيه تدريب واحد فقط قبل مباراة للاتحاد يعني حاليا دلوقتي أنا معك يا محمد ملعب مختار التتش هنا في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة بيتم تجهيزه بشكل أكثر من رائع تمهيدة اللي بدء المرأة إن شاء الله فيه تمام السادسة مساء عاوزي يعني شان يبقى كلامنا جامع مانع كده محمد كل لعاب فريق النادي الأهلي متحين أمام مستر مارس الكولر لدخول القائمة باستثناء أحمد عبدالقادر المصاب الوحيد في قائمة النادي الأهلي باستثناء كده كل الخيارات متاحة أمام مستر مارس الكولر يتبقى فقط وجهة نظر الفنية اللي طبعا هي الأولى والأخيرة في اختيار اللعبين سواء لقامة المباراة أو كمان للعبين اللي هابدأوا بتشكيل المباراة الحمد لله يا رب يعني يبقى الإصابات عن كل لعابينا ويبقى دايماً كده في حالة بدنية وفنية أكثر من رائعة زي ما ظهر الفريق أمام مازينبي وأمام الإسماعيلي ومؤخرنا أمام الجنة زي ما تكلمنا وأشارنا مباراة في غاية الأهمية خاصة يا محمد انت بتتكلم مباراة الدوري العام فجأة كده وسط مباراة مهمة في بطولة أفريقيا متدخل على النهائي الأفريقي وحلم الوصول للنجمة التامنة مستر مارسل كولر فاصل بشكل كبير جدا ما بين البطولتين التركيز كل الوقت في بطولة الدوري الحمد لله عندنا خطوتين من أربع خطوات مهمين جدا في ترتيب الدوري وخاصة يا محمد انك انت كمان محتاج المباراة جدا وسلاس نقاط يعني في مشوار البطولة وكمان علشان ضمان اللعب في دور أبطال أفريقيا انت عارف ان المباراة من الدور الأول فدي ترتيب الدور الأول في الغالب هو اللي هيتم عليه اختيار الاندية هتلعب في البطولات الافريقية فالنادي الاهل في اشد الاحتياج لهذه السلاس نقاط سواء للمشارقة الافريقية او في مشوار البطولة والوصول لل detective الاربع والأربعين ان شاء الله تبقى خطوة موفقة النادي الاهل يعديها وطبق فقط مباراة بلادات المحلة ان شاء الله يعديها بسلام ومن بعدها ان شاء الله يبقى استعداد النادي كله والفريق بشكل خاص لمباراة النهائي الأفريقى ان شاء الله المباراة التمرينة محمد زي ما اتكلمنا هيبدأ فيه تمام السادسة مساء هيستمر تقريبا لمدة تسعين دقيقة ساعة ونص كاملة من بعدها ان شاء الله مستر مرسل كولر هيعلن قائمة مكونة من 21 لعب للدخول في معاصق المغلق في احد الفناتق القريبة من استاد القاهرة في معاصق المغلق ان شاء الله الى قبل المباراة بساعة ونص من بعدها يبقى التحرك ان شاء الله لستاد القاهرة مع دعوات كل جمهين النادي الاهلي بإذن الله اداء مميز نتيجة مميزة والحصول على سلاس نقاط جديدة يكون عاون النادي الاهلي فيما تبقى من مشهور الدول العالم بإذن الله رب العالمين طيب سؤال اخير يا توفين تقولت لي ممكن ما فيش غير صابت احمد عبدالقادر ولكن السورية كان اشتكى كده من حاجة في العضل خلفية جهات بسيط سألت الجهاز الطبي اتطمنت على السورية موقفه ايه ماتش بكرة ممكن نشوف لعيبة جديدة في القايمة في ظل القرب موعد مباراة الترجي فممكن نشوف روتيشن في القايمة افشا ممكن يكون موجود الشناوي ياسر ديانج هل في تفاصيل قبل التدريب ولا الاخبار ايه عندك زي ما اتكلمت باك محمد الحمد لله ممكن موضوع السورية كان الجهاز الطبي والفن فضل اول ما اشتكى على طول انه ما يبدأش المباراة علشان الاصامة اتفقمش الحمد لله يمكن حالته مطمئنة جدا مفيش قلق على حالة عمر السورية طمئنة عليه من الجهاز الطبي ان شاء الله يعني قريبا جدا هيكون موجود مفيش اي مشكلة طبعا طبعا يعني طبقا للاختيارات الفنية باستثناء كلام حمد اعتقد ان احنا فعلا هنشوف وجوه جديدة بغض النظر على الاسماء ولكن طبعا دي قنعات مستر مارس الكولر انت شايف يا زي ما اتكلمنا ضغط كبير جدا للمباراة عندك لعيبة كمان راجع من اصابات اسماء كبيرة وكانت من الدعام الرأسية في فريق زي ياسر براهيم اليو ديانج محمد الشناوي طبعا طبقا للرؤية الفنية هل هيتم تجهيز حد خاصة وانت داخل على الاستعداد للنهاية الافريقي كمان عنده كلام رابع كان موقوف فقط ما كانش مصاب غاب عن مباراة الجونة فمتاح معاك برضو في خط الدفاع اعتقد انها زي ما نقول كده يعني قطرة اللاعبين هتبقى حاجة مميزة وميزة مع مستر مارس الكولر لاختيار العناصر عنده فريتي عنده يعني مجال واسع ان هو يجرب يدفع بالناس حسب طبعا سير المباراة خاصة نها بتكلم محمد كل تقريبا 48 ساعة و72 ساعة وعندك مباراة زي ما اتكلمنا مباراة في سكندرية ومباراة في القاهرة بعد كده كمان مسافر للمحلة ففوص الدكت ده كله اعتقد ان احنا ان شاء الله هنشوف بكرة عناصر جدا في القائمة نتمنى لهم التوفيق ونتمنى ان شاء الله ان نكون كل اللاعبين جاهزين سواء مباراة الاتحاد او من بعدها مباراة بلدية المحلة وبالطبع مباراة التراجي في النهاية الافريكي سواء مباراة رادس او كمان مباراة القاهرة باذن الله رب العالمين زي مننا محمد داتوفيق موفد قناة الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضحات الخاصة باستعادات الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري كلمة اخيرة قبل مطلع الفاصل ونشوف اخر اخبار الترند كولر ما عندوش مشكلة مع اي لاعب داخل صفوف النادي الاهلي تاني كولر ما عندوش مشكلة مع اي لاعب داخل صفوف النادي الاهلي اللاعب الجاهز والتشكيلة المناسبة لأي مباراة في الفترة الحالية هو المعيار الاول لاختيارات مرسي الكولر لا في مشكلة مع الشناوي لا في مشكلة مع ياسر ابراهيم ولا في ازمة مصطنعة زادت عن الحد مع محمد مجد أفش الايام اللي جاية هتثبت لكم كيف يتعامل الجهاز الفني داخل الملعب مع كل هذه المهاترات التي تصدر من خارج الملعب في بعض البرامج وفي بعض القنوات التي تسعى لاحداث الوقيعة داخل النادي الاهلي في ظل اقتراب الاهلي من مباراة تاريخية في نهاية دورة ابطال الافراق فاصل ثم نواصل اهلا بحضركم من جديد والجزء الاخير من برنامج التريند والبداية هتكون مع تريند الاهلي سريعا نستعرض الموجود في تريند الاهلي حسابي اللاكورة بيتكلموا على قيمة الاهلي المحتملة لمباراة الاتحاد السكندري عودة منتظرة لياسر ابراهيم اتجاه ان يكون ياسر وقاليو ديانج موجودين في قيمة المباراة وان ممكن مرسل كورر يضم عشرين لعب لهذه القيمة بوجود بيرسي تاو وحسين الشحات وانتوني مودست وسام محمود قهربا بالاضافة الى ياسر ابراهيم وقاليو ديانج مع الاكتفاء بإعطاء محمد الشناو مزيدا من الوقت للجاهزية في الفترة اللي جاية نكمل مع بعض حسابي اللاكورة بيتكلموا على حسب موقف الشناو اليوم اللي قلت بكلمكم عليه هل الشناو ممكن يكون موجود في القيمة النهاردة بيقولوا في يلاكورة ان اللي هيرجع للقيمة رامي ربيعة بعد انتهاء ايقافه ياسر ابراهيم وقاليو ديانج ممكن يكون موجودين ولكن فيه مخاوف من الدفع بهم في المباراة دلوقتي عشان مباراة الترجي المصدر كمان قال يلاكورة ان فيه توصية من الجهاز الطبي بإراحة عمر السلية ومحاولات لتجهيز احمد عبدالقادر مع جهزية افشل المشاركة في المباراة كمان حساب الوطن سبورت على الفيسبوك بيكلموا عن تأكد غياب نجم الاهل عن نهاية افريقيا بسبب الاصابة هنا الكلام على احمد عبدالقادر عنده شد في العضلة الخلفية محتاج راحة مش اقل من اسبوعين وده اللي اتكلمنا فيه في الحلقات اللي فاتت صعب يلحق الزهاب ولكن هنستنى نشوف موقفه في العودة ممكن يكون موجود ولا لا قراب لصي بتكلمه عن ان كولر يتجه لإراحة السلية امام الاتحاد حتى لا تتفاقم الاصابة وده اللي احنا برضو شايفينه يعني بعد الاجهاد اللي اتعرض له فيه الاحماع قبل المباراة الاخيرة في الدوري مع الجونة اكيد صعب بخلال يومين يكون يلعب مطش الابتحاد اهي رايحه عشان مطش البلدية او حتى مطش افريقيا فيما بعد لكن الحمد لله في وفرة في نصف ملعب الاهل اليوم السبب الكلام على ان كولر يعيد قهربة لقيادة هجوم الاهل امام الاتحاد السكندري معنى الكلام انه ممكن يبدأ بقهربة ويرايح شوية وسام عشان يخلي معدلات المشاركة في المباراة الفترة اخيرا تكون قريبة من اللاعبة كلها عشان يبقى الكل في اعتم الجاهزية على مواجهة الترجي التونسي حساب سبورت الانتواني وستين مصرية الاكثر مساهمة مع الاهل خمستاشر الاكثر تسجيلة للأهداف عشر أهداف تقييمك لأداء قهربة مع النادي الاهل في الفترة الاخيرة يعني الارقام كلها يتحدث عن أرقام قهربة المميزة حساب بطلات مباراة الاهل امام الترجي في زهاب نهاية دور الابطال ستقام في تونس بشكل طبيعي ده قرار منظمة المنشطات لا يؤثر على اقامة المواجهة في تونس بخصوص افريقيا الموضوع محسوم الاهل والترجي في رادس والاهل والترجي في العودة في استاد القاهرة اليوم السابع حقيقة عروض احتراف أليو ديانج قبل المريكات والصيف مصدر في الاهل النفأ وجود أي عروض أكيد ما فيش عروض يعني ديانج بقاله ثلاث شهور ما بلعبش يلعب الأول بعد كده نشوف القصة دي لكن ديانج مستمر ترند المحلي وحساب بطولات مصدر بلجنة الانضباط ستجتمع يوم الاتنين في اتحاده الكرة من أجل التشار في مسألة محمد الشيبل هنشوف اللي هيحصل في الفترة اللي جاية واتكلمنا في الملف ده باستفادة ملعب القاهرة 24 بيقول أن حصاب حسن يتواصل مع تريزيجي بعد الإصابة والكشف عن موقفه من معسقر يونيو تريزيجي جات له إصابة في عضلة السمانة أنا حزين جدا على تريزيجي الفترة الأخيرة معدل إصابات كتير جدا لعب مهم جدا وقبل كل ده تريزيجي من الشخصيات اللي تحب تتكلم معها وتتعامل معها على المستوى الإنساني والشخصي ألف مليون سلام على تريزيجي جهاز المنتخب عنده أزمة كبيرة بسبب الإصابات على فكرة ماشي آخر حاجة ملعب القاهرة 24 التصريح اللي استعرضته في بداية الحالة على رأي بيريرا في وقعة ركلة الجزاء وشايف أن حصام حسن حاول استغلال شد بسيط شرحنا وقلنا باستفادة كل هذه التفاصيل للأسف بيريرا فتح على نفسه فتحة صعبة جدا بعد خروجه للأعلام في هذا المشهد بالمناسبة قبل ما أروح للجزء الأخير ومن نسبة بيريرا والحكام عندي خبر لسه وصل لحالة دلوقتي من المملكة العربية السعودية في الأيام اللي جاية في الأيام اللي جاية ومع قرب نهاية مباريات دوري روشن السعودي في أربع أو خمس أسابيع متبقية في الدوري السعودي هيتم الاستعانة بالحكم الدولي محمود عشور في تقنية الفار في مباراتين من الأربع مباريات المتبقية في استعانة من لجنة حكام السعودية للحكم الدولي محمود عشور هنا من مصر عشان يتواجد في آخر مباريات مع الحكام اللي بيتم الاستعانة بيهم من أوروبا ومن أمريكا الشمالية والأمريكا الجنوبية ده خبر هتسمعه في الساعات اللي جاية لسه وصل لحالا مش عايز أقول صبق وانفراد ولكن في الساعات اللي جاية هتسمعه بشكل رسمي محمود عشور تم اختياره على إدارة مباريات في تقنية الفار في الدولي السعودي نروح للمشاركات والسؤال التي طرحناها في بداية الحلقة ماتش القالة والاتحاد توقعاتكم للقاء إيه؟ أستاذ غريب بيقول مساء الخير والجمال والسعادة أنت وكل قناة ندينة العظيم شكرا لحضرتك إن شاء الله الفوز لندينة العظيم 2-0 الحمد لله على نعمة الأهل أول توقع 2-0 شريف بيقول إن شاء الله الفوز للأهل بإذن الله تعالى لكن ما قالش النتيجة ناصر بيقول أتوقع فوز الأهل على التحاد 3-1 وتسجيل الأهداف لو سامة أبو علي وعلي معلول وإمام عشور يبقى 2-0 و3-1 عمر بيقول شكرا لك إن شاء الله ثلاثية جديدة بالتوفيق يا رب توقع ثالث بالثلاثية يعني توقع للأستاذ رمضان بيقول مساء الخير إن شاء الله فوز الأهل 3-0 آخر تعليق معايا عمر بيقول إن شاء الله بإذن الله 3-0 الأهل النهاردة التعليقات كلها فيها ثلاثيات يا مساهل يا رب تكون نتيجة إيجابية للنادي الأهل نكسب 3 ناخد 3 نقاط أهم حاجة اللعبة تطلع سليمة عشان الموقع والمباراة اللي جاية سواء البلدية أو مطش الترجي التنسي في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة كان عندي ملفات كتيرة عن أجلها لحلقة يوم الأربع بكرة أحنا مش معاكم ستجي تحليل الساعة 5 قبل مواجهة الأهل والاتحاد بساعتين شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء يوم الأربع في حلقة جديدة من برنامج التريند